وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قضية نهر النيل بالنسبة لمصر تمثل قضية وجودية وأشار مدبولي إلى أن العالم يشهد تحديات جسام في هذه المسألة للنفاذ إلى المياه منها زيادة الاستهلاك والكثافة السكانية والتدهور البيئي بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تنفذ بشكل غير مدروس على الأنهار فالمياه ونهر النيل تحديدا بالنسبة لمصر قضية تتجاوز كل تلك الاعتبارات وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقاءه وفي هذا السياق تبنت مصر تنظيم هذا الحوار من أجل التباحث حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار عقد المياه 2018-2028 الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحديات جسام في سبيل تأمين نفاذ الإنسان بل وشعوب بأسرها للمياه ومن أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة وكذلك الارتفاع المطرد في معدلات النمو السكاني والتظاهر البيئي وانتشار الأوبئة وتغير المناخ بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية موسيقى